فيوسات هي الرائدة في مجال توفير خدمات البث والإرسال للقنوات التلفزيونية والإذاعية التي تصل إلى الجمهور عالميا امتدت فيوسات تدريجيا بعد وصولها إلى الأسواق العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية تتوفر لدى فيوسات خدمة العملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا خدماتنا في أوروبا وأفريقيا تصل إلى معظم الأقمار الصناعية وتقدم خدمات التنزيل والرفع والتحويل توجد في فيوسات خدمة الألياف الضوئية بما يعني أنها تستطيع توزيعها على معظم أنحاء العالم فيوسات تدرك مدى الأهمية في العثور على القمر الصناعي المناسب لقناتك المفضلة ومدى أهمية طريقة التوزيع التي سوف تجلب النجاح التجاري لقناتكم ومن خلال العمل مع عدد كبير من القنوات فيوسات تعطي ميزة إضافية في توفير الدعم من إعداد الأسليوهات وتوزيع المحتوى لعملائنا كما تقدم فيوسات الدعم والمساعدة للعملاء لتوسيع عمل القنوات القائمة في الأسواق الجديدة إن الاستمرارية والأداء المتميز هي المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشركة إن فيوسات ملتزمة باستمرار التحسينات على الخدمات لرصد الإشارات كما توجد لدينا أنظمة قوية للمساعدة في تشخيص الأعطال وتتوفر الخدمات الإضافية لمساندة جميع القنوات وتكون هذه الخدمات مرتبطة بنظام UPS وتشمل الخدمات الإضافية ما يليه التخزين حتى 2 تيرابايت في موقع محطات الإرسال وتكون سريعة وسهلة التركيب خدمات البث 24 ساعة على مدار الأسبوع تنفيذ أعمال الجرافيكس في بعض الأنظمة قنوات صوتية إضافية نظم إضافية نقل الأحداث الحية جدولة البرامج عن بعد مراقبة بث القنوات الفضائية من قبل موظفين توفير قدرة الأقمار الصناعية لأغراض التوزيع تقديم خدمات التحويل على سيبان وكيوبان في جميع أنحاء العالم يمكن الحصول على هذه الإشارات من أقمار صناعية بعينها عن طريق الألياف الضوئية أو عبر الإنترنت لأي خدمات أخرى أو للإستفسار يرجى للتصال بفريق المبيعات يقع مركز النقل الفضائي الخاص بفيوسات على بعد تسعة أميال فقط من جيلفو بجنوب الشرق إنجلترا ويمكن الوصول إليه من المفرق التاسع على طريق M25 مع توافر المطارات القريبة مثل مطار هيفرو وكاتويك وشبكات السكك الحديدية الشاملة من محطة لندن ووترلو تضمن الوصول بسهولة لعملائنا ومع فريقنا من خبراء المبيعات الذين يجيدون الإنجليزية والعربية والكردية والفرنسية ستجدون دوما من يساعدكم ويرد على استفساراتكم يمكنكم الاتصال على رقم الهاتف وعن طريق البريد الإلكتروني